ده كان موضوع الزلازل ومن موضوع الزلازل مش عارفين كنا نضحك ولا نزعل انت ايه رأيك لا اي حد بيتفرج علينا يعني طبعا عارفين الملياردار الصيني اللي مشهور ان كل استثماراته تقريبا موجودة في دائرة العملات الرقمية وهو جاستن سن اخيرا اكل الموزة اللي اشتراها بستة واثنين من عشرة مليون دولار انت متخيلين الرقم ازاي طبعا ده كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم والاخبار صن عنده 34 سنة بس بالمناسبة هو فعلا اكل الموزة طبعا احنا عارفين الصورة الشهيرة دي موزة ملزوقة بشريط على الحيطة وتعامل عليها مزاد ووصل سعرها السبع الاخرانيين اللي كانوا موجودين في المزاد وصلوا سعرها لستة واثنين من عشرة مليون دولار اكتر من تلتميت مليون جنيه مصري انتم متصورين العمل الحدوثة دي فنان ايطالي هو سمى الفكرة كوميدي على انها حاجة كوميديا يعني بس الكوميدي اللي هو عمله اصبح كوميديا سوداء لما العالم اللي بيعاني من ويلات الجوع ونقصه ازمات اقتصادية يتبرع عشان يشتريها ويوصل السعر لستة واثنين من عشرة مليون دولار دايما الاخبار وكان على رأسها سي ان ان عربي نشرت الموضوع ده كان الشكل في المعرض اللي هو كان عمله وتبعد فيه اللوح وطبعا الصورة اللي لفت العالم والفيديو اللي كان بياكل فيه في حضور الصحفيين الموزة شالس شريط من على الحيطة واكل الموزة وقال هي اطعم موزة اكلتها في حياتي وطبعا اتنشرت المعلومات ان الموزة دي كان تمنها دولار واحد بس من واحد صاحب كشك في الشارع ولما صاحب الكشك ده عرف ان الموزة دي اتباعت بستة واثنين من عشرة مليون دولار طبعا كان رد فعله هو حالة من حالات الدهشة الرهيبة قال انا بشتغل باثناشر دولار دي مهيتي ومرتبي في السياعة في الكشك ده فهل يا ترى لو حد قال لي في يوم من الايام ان الموزة دي هتساوي الرقم ده انا كنت بعتها كده العجيب بقى انصان نفسه جاب مئة الف موزة ومئة الف شريط من اللي بيتلزقوا بيه الموزات دي ووزها على الناس علشان يحتفلوا معايا بأكلته للموزة ايه رأيكم في اللي بيحصل في العالم؟ ولنرأيو كباردو